يا أسامة ويمكن عشان الفيجن وعشان الرؤية وعشان ان انت تبدأ خطوة كان مهم جدا برضو بالنسبة لي خبر التوقيع مع مدافع النادي الألم واليد 2006 أحمد عبدين عقد المدة كما السنوات طبعا كابتن وليد سليمان كان حاضر رئيس قطاع الناشئين والمشرف والمدير الفني لقطاع الناشئين كابتن بدر رجب هنا ليه باتكلم في ده جماعة أحمد عبدين من الناشئين اللي احنا اتكلمنا عنهم يا أسامة الحلقة اللي فاتت ان هم سافروا انضموا لمعسكر الامارات مع كولر طيب كولر من الناس اللي شاف هذا المدافع جيد مدافع عنده امكانيات يتماز بالطول يا أسامة يتماز بجثمانيا يقدر يديك والولد لا الولد كويس ده انعكس على ايه لا عقد الولد ده مدته قد ايه الولد ده خمس سنين يبقى في تعاقد تقدر تديله كمان ثقة ان انت بتعمله عقد لمدة خمس سنين اكيد ان يكون صرحة بقيمة مالية افضل باحساس لللاعب ان انت صعدت لتدريبات الفريه الاول المدير الفني للفريه الاول قال ولد مبشر يقدر يكون مستقبلا لدور ده مهم جدا وده مهم جدا يا أسامة في فكرة ان انا بشوف ان قطاع الناشئين يا جماعة مش بقصة البطولات وانا دايما بقول الرأي ده مع احترامي يمكن جمهورنا بيتكلم دايما اكتر بين قطاع الناشئين حقا بطولة موليد كذا انا بصراحة ده ما بيعنينيش قوي يعني انا بالنسبة لقطاع الناشئين في فكرة حلقة الوصل ما بينه بالفريه الاول بالزبط يا أسامة كمان حلقة الوصل بينه وبين الفريه الاول يا فرحتي كل سنة تقود بطولات الجمهورية وكله كله ماشي براف طب في عندك حد بتضرب مع الفريه الاول لا طلعت كوكا لا طلعت مدافع لو انت محتاج مدافع لا طلعت بكش مال لا طلع طب يبقى انا بالنسبة لي طلعت حارس مرمى لا انت دلوقتي اكيد هنتكلم في الموضوع ده عندك ثلاث حراس هم مقطوعك هم مقطوع الناشئين بتاعك طب لو انا جيت دلوقتي والله جماعة مقطوع الناشئين مدير فاني بقولك مفيش حد ينفع يتضرب مع الفريه الاول من الحراس دي يبقى انا في النهاية مش الهدف بتاع جماعة انت متعرفش ريال مدريد يا أسامة على مستوى قطاعات الناشئة السنة دي حقق كم بطول احيان مش دي القص بالزبط وده المهم جدا والاهم كمان من وجهة نظري في تعاقد النادي الاهلي مع اللاعب لمدة خمس سنوات هو انه بيدي برضو بادرة امل لنفس الاعمار السنية اللي موجودة في النادي الاهلي ان انت تقدر ان انت تقدر تثبت نفسك بانك تتصاعد فريق اول ان انت تلفت نظر المدير الفني فالنادي الاهلي هتلاقي على طول التأدير المناسب و هتلاقي النادي الاهلي حريص على انك تكون مرتبط بعقد لمدة لا تقل عن خمس سنوات فدي برضو انا بشوفها انه دعوة لتشجيع لعبي النادي الاهلي في قطاع الناشئين ان الفرصة قدامك مستقبلك قدامك انت فقط لغير اجتهد اجتهد تقدر تكون زي احمر عبدين لتقدر يتم التوقيع معك وتقدر تكون اضافة للفريق الاول وهذا الحقيقة ما نأمله لان ايضا بجوار فكرة ان انت تبدأ تبحث داخل الادغال الافريقية عن لعبين صغار السن محتاج ايضا تبحث داخل القرى والحواري المصرية لان الحقيقة انت بتلعب قرة قدم الناس عشان بس نقولها بمنتال وضوح هي كانت لعبة شارع منذ ان اصبحت لعبة اكاديميات فبقت المواهب تقل مع كامل احترامي وتقديري لكل الاكاديميات لكن انت لو نزلت القرى والنجوع هتقدر تلاقي مواهب مهمة جدا واتمنى ان ده يحدث النادي الاهلي يمكن عنده بعض الاكاديميات في بعض المحافظات نتمنى الاهتمام اكثر من اجل الدعم لقطاعات الناشئين في النادي الاهلي بمواهب فعلا تقدر تقدم مستقبل مع النادي الاهلي وتقدر تتصعد للفريق الاول مع النادي الاهلي ونشوف والحقيقة النادي الاهلي يمكن اكثر الفرق اذا ما يكون ببعض الفرق اللي بتحقق بطولات هو اكثر الفرق اهتمد على ابناء انت لو بصيت لتشكيل النادي الاهلي لو بصيت لتشكيل حتى منتخب مصر هتلاقي من ابناء النادي الاهلي 70-80% وبالتالي ده شيء بيقول ان انت عندك عندك قاعدة مهمة جدا ولكن محتاجين نشتغل عليها اكتر فطبعا مبروك لحمد عبدين التعاقد مع النادي الالي وفرصة لباقي اللعبين الشباب اللي تم قدهم طبعا في القايمة الافريقية ودي ايضا دعوة ان انت تشتغل على نفسك وتبقى فاهم ان القصة قريبة مستواك يقدر يؤهلك ان انت تلعب فريق اول القصة مش مرتبطة بسن احمد كوكا بيلعب هو صغير جدا في السن والراجل ما شاء الله عمله 11-12 بطولة ويمكن نمازج كتير قبل كوكا يعني مش عايزين نسكر امثلة كانت متواجدة وهي في سنوية عامة بتحق بطولات دوري مع النادي الالي في ظل الاندية اخرى ربما بعض العيبة تدخل وتخرج وتلعب سنوات مع الاندية الاخرى ولا تحقق بطولة واحدة